الطرف التالي يعني ليس مختلفاً أنه محتل يعني لو عايزة نقشي دي حضرتك ناخد غزة من ناحية القانونية البحتة الضيقة إسرائيل لا تحتل غزة إسرائيل خرجت من غزة كانت تحتلها حتى عام 2005 خرجت إسرائيل من غزة عام 2005 وطاركت يعملوا بقى كذا وتشكلت حكومة وبرلمان ونواب وبعدين الخلاف بين فتح وحماس وعين انقلاب حماس ستة 2007 طيب لكن من يسيطر على مداخل قطاع غزة وما خارجه إسرائيل طبعا من يسيطر على البحر على قوارب الصيد الغزاوية الغزاوية من يسيطر على مصادر الكهرباء والوقود إسرائيل يعني برضو تقول لك أنا خرجنا مش صحيح إنه مال كل يوم دخول الجيش الإسرائيلي جنين هوارة بتحنون بتصحور القدس الصورة فيها شوية لخبطة كده لا هي قوة سيطرة فعلية لا تختلف في الممارسة عن سلطة الاحتلال يعني التطورات القادمة القريبة حدريك تتوقع إسرائيل تمتلك قوة خارقة وحتى حتى استمر في التدريج وغزة بيتم تدمرها يعني بالتدريج مزبوط كده سكانها سكان غزة هذا التدمير لم يوقف المقاومة الفلسطينية حتى الآن من الاستمرار في المقاومة يعني بعد ثلاثة سبيع هتقولي طب بعد خمس سبيع يحصل إيه ما عرفش يعني لأنه يعني الجزء هل بقولك هذ الفصائل دي مازالت تتلقى دعم يعني هل تستطيع تجدد المؤن الموجودة عندها طب كيف تجددها وهي في حصار تام لأن حضك فيه بلدين غزة لفوق الأرض وغزة لتحت الأرض أي غزة لتحت الأرض دي مدينة كاملة بمحلات بطرق بسيارات يعني ما يسمى بالأنفاق يعني لا مش الأنفاق مش الأنفاق فقط يعني يعني كلمة الأنفاق كلمة متبسط يعني حد حضرك أمثلة لما من عدة أيام تطلع فيديو لعددنا الأسيرات الإسرائيليات بيكلموا بكلموا على المعاملة كتابتهم إزاي وكان كلام شديد وانتقدوا نتنياه ورئيس الأزراء نتنياه قال دي دعاية نفسية قاسية طيب ده معناه أن يعني فيه إمكانية هذا التصوير من إرساله ده المهم إرساله إرساله إلى وسائل الأعلاق حتى العالمية العالمية وغير العالمية لما حضرتك أنه ما زال بيقدر يعمل اتصالات بين قواته المختلفة ولما تقطع الإنترنت إلى آخره كانت 24 ساعة بعدها بالستارلينك تم عودة هذه الاتصالات وإن كان أنا اعتقادي بس ما عنديش دليل الأرجح وهم بيعدوا هذه العملية هما عندهم نظام اتصالات آخر